موسيقى انطلاقا من أهمية العلاقات العربية الصينية والعلاقات اللبنانية الصينية والمستقبل المشرق لهذه العلاقات تم في عام 2005 تأسيس موقع الصين بعمل عربية من أجل مواكبة التطورات التي تشهدها هذه العلاقات ومن أجل خلق منصة التبادل الإعلامي بين العرب والصين تكون فرصة لتقديم وجهات نظر عربية إلى الصين ووجهات نظر الصين إلى الدول العربية دون المرور بالوسيط الأجنبي الذي كان دائما ينقل صورة مشوهة لكل الطرفين وقد نجح الموقع إلى حد ما في أصال هذه الرسالة بشكل مناسب ونحن من خلال الموقع قمنا بزيارات عديدة إلى الصين والمشاركة في الكثير من اللقاءات والمؤتمرات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر العربية والصينية وخلق فضاء موحد بين الأمتين العربية والصينية وهذا الأمر نشهد على أنه تم تحقيقه خلال السنوات الماضية ونأمل له في المستقبل القريب المزيد من التطور في مسيرة العلاقات الفردية بين كل دولة عربية على حدى والصين والعلاقات الجمعية يعني بين الأمة العربية بين جمعة الدولة العربية بشكل عام والصين كدولة كبيرة جدا تسعى لتحقيق التواصل بين كل دول العالم وخلق مجتمع المصير المشترك للمشارية الذي دعا إليه الرئيس الصيني ودعا إليه الحزب الشيوى الصيني خلال الفترة الماضية بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والصين يمكن ذكر العديد من المحطات الإيجابية في هذه المسيرة الطويلة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مختلف المستويات وإن كانت هذه المحطات ما زالت دون المستوى المأمول ودون الطموح الذي تسعى إليه القوى المحبة للسلام والقوى المحبة لخلق علاقات واسعة وعلاقات إيجابية مفيدة للطرفين انطلاقا من مبدأ المنفع المشتركة التي يجب أن تقوم بين الدول العربية بشكل عام والصين وبين لبنان والصين هناك الكثير من التبادلات الطلابية مثلا وهناك ترجمة العديد من الكتب العربية إلى اللغة الصينية وكذلك الكتب الصينية إلى اللغة العربية وحتى في لبنان تم هذا الأمر وهذه مسألة مشهودة هناك المساعدة الصينية في بناء الكنسيرباتوار المركز الموسيقي في لبنان وهذا سيكون له تأثير إيجابي كبير على نشر الموسيقى الراقية في لبنان وهناك ظواقة لهذه الموسيقى في الطبقات اللبنانية المختلفة هناك أيضا تعليم اللغة الصينية في لبنان وهذا الأمر أصبح له طلاب ومريدون كثيرون في مختلف القطاعات اللبنانية سواء من خلال معهد كونفوتشوس في جامعة القديس يوسف أو من خلال معهد اللغات والترجمة التابع للجامعة اللبنانية والأمل أن يتم إنشاء معهد كونفوتشوس آخر في الجامعة اللبنانية كما هو مخطط من أجل خلق المزيد من العرفين باللغة الصينية والمحبين للثقافة الصينية في لبنان وهذا سيؤثر طبعا ليس فقط على لبنان وإنما سيكون له دور كبير في تعزيز العلاقات العربية الصينية على مستوى الثقافي وعلى مستوى الاقتصادي وفي مختلف المجالات في الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوى الصيني كان لابد من مراجعة حجم الإنجازات الكبيرة جدا التي حققتها الصين بقيادة هذا الحزب الكبير وبقيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوى الصيني وفي قلبها الرئيس شي جينبينغ في السنوات الأخيرة وهذه الإنجازات هي إنجازات ضخمة جدا ولا يمكن حصرها في مجال واحد ولكن يمكن الحديث من خلال تجربتي ومن خلال ما شهدته في زيارتي العديدة إلى الصين عن تجربة القضاء على الفقر والتي تحققت تماما في هذا العام عام 2021 ففي هاينان في أقصى جنوب الصين وفي قويتشو أيضا في الجنوب شهدت النهضة الكبيرة للمؤسسات والإنجازات العظيمة الاقتصادية سواء في الموانئ الحرة أو في المناطق الاقتصادية أو في الجامعة التي أقيمت مثلا للقوميات المختلفة في قويتشو وقد حضرت الكثير من المحاضرات هناك أيضا في سواء مثلا في شمال الغربي في منطقة شينجيانغ زرت الكثير من المدن أوروماتشي كاشجار طوربان وغيرها ولحظت النهضة الاقتصادية العظيمة التي تشهدها الصين ليس فقط في المدن الكبرى وإنما أيضا في المناطق التي كانت تعتبر ذات نمو أقل حيث نجد مثلا في أوروماتشي مدينة الجسور أصبحت المعلقة وهذا أمر لم أشهده حتى في بكين نفسها وكذلك القطاعات الاقتصادية العظيمة والمصانع الضخمة التي أقيمت في أوروماتشي حيث شهدت مصنع الكيمويات الأضخم في الصين كلها وكذلك شهدت سوق الذهب الذي يشكل حركة تجارية ضخمة جدا ليس فقط في مقاطعات صينية وإنما أيضا في علاقة الصين مع الدول المجاورة زرت أيضا الميناء البري الذي يصل بين الصين وبين أوروبا من خلال القاعدة في شينجيان وكانت القطارات تمر بشكل مستمر ومحملة بالبضائع إلى أوروبا وتعود أيضا بالبضائع وهذا يدل على رغبة الصين في خلق اقتصاد متبادل وليس فقط مجرد التصدير في ينتشوان ونينشيا كان هناك الكثير من المشاهد التي تدل على نهضة اقتصادية في الأرياف وفي المدن التي تدل على أن الصين تعطي أهمية كبرى لانتشال القطاعات الأكثر فقرا من الفقر والوصول إلى المجتمع المتناغم الرغيد العيش بصورة معتدلة ووصولا إلى المجتمع الرغيد العيش بشكل كامل في عام 2050 كما تخطط الصين وكذلك في شانجهاي شاهدت النهضة الكبرى للمدينة العظيمة وفي هانتشو وفي غيرها من المدن في الشمال والجنوب هذا يدل على أن سياسة القضاء الفقر ليست سياسة نظرية وإنما هي عملية مستمرة ومستدامة وهي تستمر أيضا في السنوات المقبلة لرفع مستوى الشعب الصيني أكثر فأكثر من خلال قيادة الحزب الشعي الصيني لعل من أهم المبادرات التي قدمتها الصين تجاه العالم هي مبادرة الحزام والطريق وهي مبادرة تشمل بإيجابيتها كل أنحاء العالم وليس منطقة محددة وشاهدنا في الكثير من المحطات الآثار الإيجابية لهذه المبادرة سواء في الصين نفسها أو في دول أخرى حتى في لبنان وفي الدول العربية التي انخرطت في هذه المبادرة مع الأمل أن يصبح هذا الانخراط أكثر فعالية وأكثر اندماجا لكي يتحقق الهدف الأساسي من هذه المبادرة وهو خلق مجتمع مصير المشترك للبشرية ومجتمع المنفع المتبادلة الذي يقوم على المصالح المفيدة لكل الشعوب وليس على هيمنة دولة على أخرى أو قوة عظمى على الدول الأخرى الفقيرة والمستضعفة وكذلك يقوم هذا الموضوع على أساس العولمة العولمة الرشيدة العولمة الحكيمة التي لا تطمح إلى جعل المنافع في مكان واحد والمضار والأثار السيئة في مكان آخر يعني التي تقوم على مبدأ التعاون المتبادل وليس على مبدأ المعادلة الصفرية التي تجعل كل الفوائد في صالح الدولة الكبرى في مصلحة الدولة الكبرى والأثار السلبية عند الدول الصغرى هذا كله يدل على أن هذه المبادرة تقدم خيارات عظيمة جدا لكل الدول ولذلك نجد أن أكثر من 100 دولة في العالم اشتركت في هذه المبادرة وتعمل من أجل الوصول إلى اتفاقيات كبرى في هذا المجال ومن أهم مصاديق تطبيق المجتمع المصير المشترك البشرية هو ما حصل في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 التي كانت للصين دور أساسي في تقديم مساعدات لمختلف دول العالم سواء على مستوى الكيمامات في البداية والخدمات الطبية حيث وجدنا الطائرات الصينية تنطلق في مختلف الاتجاهات للتقديم المساعدات إلى أكثر من 50 دولة وحتى وصل إلى 100 دولة في العالم وكذلك من ثم في موضوع اللقاح الذي يقدم مجانا أو بأسعار مخفضة لدول العالم في حين أننا نجد أن دولا أخرى تحتكر اللقاحات لا بل تصادرها من الدول الأخرى كي تقدمها فقط لشعوبها ما يميز مبادرة الحزام والطريق بالتأكيد هو أن الصين تقدم مبادرة فيها الفائدة لجميع دول العالم وليس فائدة لمنطقة واحدة أو حتى لقوة واحدة في حين أننا نجد أن المشاريع التي قدمت في السابق هي مشاريع أحلاف عسكرية تأخذ الطبع الاقتصادي لذلك نجد أن مبادرة الحزام والطريق هي ليست مشروع من جانب واحد تجاه الدول الأخرى وإنما هو مشروع متشابك ومشروع متبادل ومشروع يقدم فيه الجميع أقصى ما يستطيعون من أجل الاستفادة من الخدمات التي يقدمها وليس لكي تصل الخدمات فقط لدولة واحدة على حساب الدول الأخرى وهنا نشهد أن معظم دول العالم باتت الآن منخرطة في هذا المشروع وكذلك الدول العربية ولبنان منها في حين أن نجد أن الدول التي تعارض هذا المشروع للأسف الجديد هي الدول التي تسعى إلى الهيمنة وإلى السيطرة وإلى جعل مقدرات العالم موجودة في الدولة واحدة وليس توزيع هذه المقدرات على جميع الناس ليستفيدوا منها وليكون البشرية كلها تعيش حالة النمو وتعيش حالة الرخاء وتعيش حالة البعض عن الفقر وعن المصائب التي نعيش فيها حاليا في ذكرى تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية لا بد من الحديث عن الكثير من الإنجازات لأن العلاقات اللبنانية الصينية على امتدادها تحقق فيها على مستوى الثقافة مثلا إنجازات كبيرة وما زلنا نطمح إلى المزيد في حين أن الصين تقدم الكثير من الطروحات لتعزيز العلاقات اللبنانية الصينية في المجال الاقتصادي وتعمل وتعطي اقتراحات سواء في موضوع النقل أو في موضوع الكهرباء أو في موضوع الماء أو في الكثير من المواضيع الأخرى ما نأمله هو الوصول إلى نوع من التكامل الاقتصادي اللبناني الصيني الذي يفيد لبنان بشكل كبير جداً والذي يفيد أيضاً يقدم خدمات للصين على مستوى خلق جو من التمازج بين القدرة الصينية الكبيرة على المستوى الاقتصادي وبين ما يملكه اللبنان من إمكانات على مستوى العلاقات العامة والترويج والسياحة وغيرها من القطاعات المهمة جداً والتي تنظر إلى أو قد مثلاً القطاع المصرفي وهذه مسائل يهتم فيها الجانب الصيني بشكل كبير وقد تكون بوابة صينية إلى العالم كله وهذا ما نأمله أن يتحقق في المستقبل القريب إن شاء الله موسيقى 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 موسيقى